بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا تزال توجيهات علمائنا الربانيين وإمتنا الماضين نورا يستع في أفق التاريخ نستضيء منه في حياتنا ونتعرف فيه إلى حقنا وننثر فيه درنا وأنوارنا بما استمددناه من سيرهم المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه التوجيهات كما لا يخفى متنوعة فمنها علمي محد ومنها أخلاقي ومنها تربوي منها ما فيه الأمر منها ما فيه النهي منها ما هو في الحديث منها ما هو في التفسير منها ما في العقيدة بحيث قد استوعبت كلماتهم أو كادت أن تستوعب الدين كله وهذا من فضل الله وتوفيقه أن هيئ للأمة رجالا وعلماء وأئمة يحفظ الله تعالى بهم دينه وينصر حقه ويقينه أما الكلمة في هذا اليوم فهي من هذه المشكات مستقاه وهي كلمة الإمام عبد الله بن المبارك وهو الإمام الزاهد العابد المجاهد المحدث له كتاب اسمه الجهاد وله كتاب اسمه المسند وله كتاب اسمه الزهد والرقائق فقد جمع العلم من أبوابه وأطرافه رحمه الله تعالى فكان ذا منزلة عالية في العلم ومكانة سامقة من الأدب والتأديب والزهد والرقائق رحمه الله يقول عبد الله بن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه في صحيح الحديث شغل عن سقيمه يعني أن الحديث الصحيح المروية في الصحيحين مثلا والمروية في الكتب الأخرى كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والسنن الأربعة ومستدلم أحمد بما يتجاوز الآلاف مما فيه صلاحك يا عبد الله في دنياك واستقامتك على شريعة ربك في هديك وتعاملك ومعاملتك وسلوكك فيه إصلاح عقيدتك فيه إصلاح لسانك فيه إصلاح خلقك وتعاملك ومعاملتك وفيه نجاتك عند الله يوم القيامة إذا استقمت وسددت وصبرت وثبت وعلى هذا ميت نسأل الله الثبات على الإيمان والوفاة عليه بمنة ربنا الرحيم الرحمن في صحيح الحديث شغل عن سقيمه والله لو أن الناس من أهل العلم فضلا عن طلبة العلم فضلا عن عامة الناس اشتغلوا بصحيح الحديث وداروا دورتهم فيه لما انتهوا منها طيلة حياتهم وإن انتهى بعضهم فلا يكاد يرجع إليها حتى يعود أو حتى ينتهي منها فإذا ثبت على هذا الحق وعلى هذا الصواب وعلى هذه الصحة فهو من الموفقين لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي راه الترمذي وصحهه لكن فيه ضعف يشهد له حديث آخر في مستدل محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم إلا ما علمتم ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا وعدلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويقول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ويقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين من هو الكاذبان المفتري والناقل للفرية يقول ابن حبان بعد أن روى هذا الحديث في كتابي المجروحين والصحيح والثقات بل في ثلاثة كتب قال فالذي يشك بما يروي كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان كم وكم نسمع من الوعاظ ومن المتكلمين ومن الخطباء من الأحاديث التي تروى في فضائل هذا الشهر ولا تصح مع أن الصحيحة منها كثير كثير والله لو اقتصرنا على كتاب الصيام من صهي البخاري فإن فيه الكفاية وإن فيه الخير كله لكن للأسف نأترك الصحيح ونأتي إلى غيره كم من الناس سمعتموه وهو يقول في وصف رمضان وينسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار وهو حديث ضعيف في اتفاق العلماء كم من الناس سمعتموه يقول صوموا تصحوا وهو حديث لا يصحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من الناس سمعتموه يقول من أفطر يوما من رمضان لا يجزئه صيام الدهر وإنصامه وهو حديث ضعيف علقه البخاري في صحيحه وضعفه الحافظ بن حجر طبعا تعليقات البخاري لا تعد من صحيح البخاري إنما الصحيح ما رواه بسنده رحمه الله تعالى وأمثال أمثال هذه الأحاديث التي ليست فقط تخالف ليست فقط ضعيفة السند بل تخالف الصحيح مثلا حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخير عدق من النار ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عدقاء من النار في كل ليلة من شهر رمضان هذا حديث صحيح حديث ثابت بينما الحديث الضعيف جعل العدق في آخر الشهر فقط جعل العدق في آخر الشهر فقط وإنما العدق في كل ليلة من رمضان هكذا الأحاديث الصحيحة بأنوارها وهديها وثباتها وثبوتها وأما الأحاديث الضعيفة فنحن الأصل أن لا نقترب منها وأن نحذر منها لأن فيها ما ما قد يكون مخالفا للصحيح ومخالفا للقرآن والسنة ومخالفا للثابت من الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نلتفت كثيرا إلى من يقول يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال فعندما قال هذا القول شروط لا تكاد تجتمع لأحد ممن يذكر الأحاديث الضعيفة ذكر هذه الشروط الحافظ بن حجر ونقلها عنه تلميذه السخاوي فالحذر الحذر من أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله الحذر الحذر من أن نسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل متوهمين أنه قال فالنور كله والهدي كله والصواب كله والحق كله ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا علماء الإسلام وكتبوا إمة الإسلام وكتبوا فقهاء الإسلام من المحدثين وما من محدث إلا وهو فقيه انظروا إلى أبواب الإمام البخاري انظروا إلى أبواب الإمام الخزيمة انظروا إلى أبواب الإمام الحبان رحم الله الجميع كيف أنهم بنوها على الفقه وبنوها على حسن الاستنباط والنظر في هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الحديث شغل عن سقيمه وفيه الكفاية كلها وفيه الخير كلها ووالله لو عشنا حياتنا نحفظها ونحفظها ونعلمها ونعمل بما فيها لمتنا دون أن نستوعب ذلك كله فلنا محدوديتنا ولنا قدراتنا ولا نستطيع أن نتجاوز مقاديرنا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا للعلم الصحيح والمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة